شادينا موجز مع آخر وأهم الأنباء مع أحمد عبدالصمد إليك أحمد شكرا بسنت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز لأهم الأنباء من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مائدة مستديرة مع ممثل مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية في برلين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة من أجل المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر وأشهد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا موضحا أن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر توفر فرصا استثمارية متنوعة للشركات الألمانية وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى هامش زيارته لبرلين استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشتا خلال اللقاء وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن التقدير والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك للجهود المصرية في استضافة أكثر من 6 ملايين من اللاجئين على أرض مصر وتمتعهم بالحقوق الأساسية بجانب المواطنين المصريين بالرغم مما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة كما أكدت لامبرشت العمل على دعم التعاون في المجال العسكري والأمني في إطار العلاقات الخاصة بالتعاون المشترك بين البلدين لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية تنطلق اليوم لليوم الثاني اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وكان المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قال إنه سيتم خلال الجلسة الثانية وضع أجندة للحوار وموعيده وموضوعاته إضافة إلى تحديد اللجان النوعية الرئيسية والفرعية من المحاور الثلاث المعلن عنها وهي السياسة والاقتصاد والاجتماع أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أن الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية لا تستخدم وقال نائب وزير الخارجية الروسي خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أزمة الغذاء قال إن نقص الإمدادات من أوكرانيا تم تعويضه من قبل موردين آخرين ومع ذلك لم تستخدم الممرات الإنسانية من الموانئ الأوكرانية التي فتحتها روسيا وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الصعوبات في ضمان الأمن الغذائي أصبحت جزءا من أزمة الاقتصاد الكلي التي كانت تتطور منذ سنوات عزز وزير المالية البريطانية السباقة السابق ريتشي سوناك تقدمه في الجولة الأخيرة من تصويت نواب حفظ المحافظين لانتخابات رئيس جديد للوزراء وأظهرت النتائج التي أعلنها جرهام برادي المسؤول عن تنظيم الانتخابات الداخلية للمحافظين أظهرت حصول سوناك على 115 صوتا متقدما على وزيرة الدولة للتجارة الدولية بني موريدد التي حصدت 82 صوتا ووزيرة الخارجية لزا ترأس ب71 صوتا وحلت وزيرة الدولة السابقة للشؤون المساواة في المركز الرابع مع 58 صوتا فيما تم إقصاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجنهات الذي جمع 31 صوتا حذر خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا من حدوث اضطرابات في بلدة غير مجهزة لمواجهة ظواهر مناخية قاسية تقول السلطات أنها قد تعرض حياة الناس للخطر وشهدت بريطانيا وفرنسا درجات حرارة قياسية بسبب موجة الحر الشديد التي تكتاح جنوب غرب أوروبا وتسببت بحرائق في الغباد وقد تم تعليق الحركة الجوية في مطار رالوتين شمال لندن بسبب عيوب في أرض المدرج الناجمة عن ارتفاع الحرارة كما توقع خبراء الأرصاد أن تتجاوز الحرارة اليوم عتبة 40 درجة مئوية في صادقة في تاريخ بريطانيا وبهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية تموجز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل